حديث كبير الآن يثار دكتور فيما يتعلق بسلم الرواتب والموظفين مخبوصين بهذا السلم فئة تقول ستذهب الحكومة بهذا الاتجاه فأخرى تشكك بهذا التوجه ما هو التوجه الحقيقي للحكومة فيما يتعلق بسلم الرواتب وكل ما يثار حول هذا الموضوع إذا تطلع على جدول الملاك المرفق بالموازنة أو على سلم الملاك رح تجد أنه غالب الموظفين يتراوحون بدرجات الوظيفية بعد الخامسة الخامسة فما دون يعني الرابعة رقم الخامسة السابعة الثامنة التاسعة إلى حد العاشر نعم هذه الدرجات الوظيفية من السابعة أقول العاشرة اللي تتعلق بخريجين الشهادات العادية الإعدادية للمتوسطة هذول حقيقة إذا تراجع رواتبهم ليستلموها مع مخصصاتهم جزء منهم كبير قد تقدر تسميه فقير ما دون مستوى خط الفقر أقول طار عام يعني أنت مرات نقول الموظف من سميه فقير حقيقة لمن تجد دخل الموظف ستمية وسبعمية أو خمسمية وإيجار غرفة هسة في أي مكان هو مئتين ألف أو خمسين ألف مصعي هذا رقم فقير فالتوجه العام للدولة تقليل هذا الفارق الكبير وحماية أكبر لهذه الطبقات اللي يتمثل الزخم الأكبر أو اللي يسموها السعى الأكبر بسلم الرواتب أو بملاك الدولة العامل هذا التوجه الأساسي ويصالهم إلى منطق مقبول من الحياة الكريمة يعني ما معقوله موظف ما يقدر يحيى حياة كلمة زي اللي ما عنده وظيفة شونا تعاملوا إياه جيد هذا التوجه وهذه النواية هل هناك قدرة على ترجمة هذه النواية إلى فعل إلى عمل؟ هذا موضوع يتعلق بحسابات مالية حاليا يعني اللي جاي يشتغلون على هذا الملف جاي حاولون يرتبون يعني مو يرتبون يحسبون الأرقام المترتبة عن كل تغيير ويعكسوها وين راح تكون من أين وكيف تعوض طبعا ليس بالسهل حتى تكون صادق ياك جزء من الملف مالة السلم الرواتب يتعلق بحذف المخصصات اللي يسموها الغير العادية لو تسأني هو توجه صحيح وستقولي راح يكون من سهل تمريره على فئات محددة راح أقولك راح أكون مواجهة وتحدي كبير راح يكون به وجربناه في زمن حكومة السيد ذكر العبادي وكان السيد رئيس وزراء هو وزير العمل الشرور الاجتماعية وكان هو المقدم أتذكر قانون ضمال اجتماعي إذا أنا ما خطأان واعترافت موضوع أنه لازم تتساوى المخصصات مثلا التعليم العالي ويباقي كان هناك اعتراض ومظاهرات بالتعليم العالي وهم أرقى المستوى علمي بالبلد لذلك هذا الموضوع يحتاج دراسة تفصيلية كاملة سلم رواتب يجب أن لا يهدد يعني ما أقول المستفيدين بس ما يبقى الاحترام للي ناس يستحقون بدرجاتهم ونفس الوقت لازم يأمن العيش الكريم للدرجات اللي حاليا يعني حقيقة مو طبيعي لنا اشتركوا في القناة